موسيقى سلام الله عليكم مشاهدين أهلا بكم إلى مجزية المساء من قناة الجزائر أنوان والبداية بالوزير الأولين وافقوا بصفة استثنائية السيد عبدالعزيز جراد على تمديد صلاحية شهادات تأهيل وتصنيف المؤسسات أين أكدت وزارة والأشغالية العمومية اليوم السبت في بيان لها أنه سيتم تمديد صلاحية شهادات تأهيل وتصنيف لشركات استثنائيا إلى غاية تاريخ الواحد والثلاثين ديسمبر 2021 وأوضحت الوزارة أن الوزير الأول وافقوا بصفة استثنائية على القرار بسبب تأثير جائحة كورونا على الشركات وأضافت وزارة والأشغالية العمومية عن التمديد خصوى الشركات ومجمع المؤسسات المتدخلة في إطار إنجاز صفقاتي العمومية للبناء والأشغالية العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأعمال البناء التحتية للإهتصالات السلكية واللاسلكية كشف وزير التربية الوطنية محمد وجعوت أن الوزارة الوصية قد أنهت جميع الإجراءات المتعلقة بامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والباكالوريا وخلال ندوة نشاطها اليوم السبت كشف وزير التربية بلغة الأرقام عدد مرشحي شهادتي الباكالوريا وامتحان شهادة التعليم المتوسط وأكد الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاربة الغش والحفاظ على مصداقية الامتحانين محذرا من المتابعات القضائية التي ستطالو الغشاشين أما عن مواضيع امتحان شهادتين فقد جدد واجعو تتأكيد أن أسئلة الباكالوريا والبيام ستكون من البرامج التي تلقاها تلميذ حضوريا أما عن مواضيع امتحان شهادتين فقد جدد واجعو تتأكيد أن أسئلة الباكالوريا وامتحان نهاية التعليم المتوسط ستكون من البرامج التي تلقاها تلميذ حضوريا وأوضح الوزير أن عدد مرشحي شهادة البيام بلغ 669.379 منهم 645.798 متمدرسا و23.581 مرشحا حرا موزعين على 2556 مركز إجراء ويؤطر الامتحان 663.900 مؤطرا وأستاذا حارسا و18 مركز تجميع و68 مركز تصحيح يؤطرها 40.500 مؤطر وأستاذ مصحح ودائما في نفس القطاع قال الأمين العام لوزارة تربية الوطنية أبو بكر صديق بو عزار يوم السبتة الكشف عن نتائج امتحانية تعليم المتوسط سيكون نهاية سبتمبر ونتائج شهادة البكالوريا ستكون بداية شهر أكتوبر وأكد أبو عزان مواضيع الامتحان ستكون من البرامج التي تلقاها المترشحون حضوريا في الأقسام وبالنسبة لمراكز التصحيح كشف الأمين العام أن تاريخ فتح المراكز سيكون من الخامس إلى الرابع والعشرين سبتمبر وقال أنه يوجد 68 مركز تصحيح وبالنسبة لتاريخ فتحي المركز وغلقه سيكون من الثالث عشر إلى الرابع والعشرين سبتمبر في السياق آخر اتخذ مجمع سونتراك عدة تذابير وقرارات لمعالجة مخلفات تسروب النفط بعد زيارة مديره العام تفيق حكار لمنطقة الحادثة في بلدية المطيور بولاية الوادي ومن أهم الإجراءات التي وردت في بيان للشركة المراقبة المنتظمة لنوعية المياه الجوفية لمدة سنة كاملة عن طريق وسائل المؤسسة وتسخير قسم المخابر لسونتراك الذي سيضمن هذه المهمة حيث ستقوم المؤسسة بحفر مجموعة من الأبارية التقييمية في منطقة الحادثة كما تقرر إرسال فريق متعددية تخصصات لإجراء تشخيص كامل على طول الوادي من أجل تحديد مدى الأضرار المحتملة على البيئة وتعهدت سونتراك بحشد الجميع والسائل المؤسسة والفروع التابعة لها حين الامتصاص وشفط المياه الملوثة على طول الوادي والمعالجة الكاملة لبقع المياه والتي يمكن أن تكون ملوثة وكذلك نقل التربة الملوثة في مكان الحادث لمعالجتها في الوحدات الخاصة للمؤسسة محليا تمكن رجال والشرطة بالأمن الحضرية الأول بعين البيضاء أم البواقي من توقيف سبعين مشتبه في قضية ممارسة الشعودة القضية تعود حيثياتها لتاريخ الثاني سبتمبر المنصرم بعد تحصر على معلومات بخصوص نشاط مشبوه داخل أحد المساكن بمدينة عين البيضاء وبعد تخذ كفتي التدابير والإجراءات القانونية مع النيابة المحلية تم تفتيش المسكنين عثر أو عثر على عدة أغراض تستعمل في السحر وعثر على حجار متنوعة مكتوبة صور لأشخاص قرورات بها سوائل تستعمل للكتابة قضع من القماش بذور أطرب مجهولة المسدر كما تم العثور على مذكرات عليها كتابات غير مفهومة طلاسم بقايا حيوانية مصاحف مدنسة وحجز مبلغ ملي من عائدتي الشعودة المشتبه فيه تم توقفه بمسكنه وحجز كل ما تم ضبطه وتحويلها لمقر الأمن الحضرية الأول وإنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه ويؤتم متابعة الموقوف بقضية النصب والاحتيال ممارسة الشعودة مع تدريس المصحف الشريف أين تم تقديمه أمام الجهة القضائية بتاريخ 3 سبتمبر 2020 في إطار تجسيد أهداف القانون الأساسي المستطر في التنسيقية الوطنية لحماية المجتمع وكذا تحسين الخدمات الاجتماعية والعناية بالمرضى بالأرامل والأيتام وانطلاقا من مبدأ تحسين القدرة الشرائية للمواطن ارتأت التنسيقية إلى برمجة عدة اتفاقيات مع مختلف المؤسسات تغطية الزميلة سر أشعودة هذا اللقاء في الأيام القادمة عندنا إن شاء الله اتفاقية ستبرم مع الصندوق الوطني لتعاونية الفلاحية الذي حاضر معنا الممثل المدير سيمبتوش عندنا واحدة أخرين ما سرح بهم ذكاء حتى وقتها وهذه هي إن شاء الله نكون دائما في خدمة الوطن والمواطن ونكون عند حسن ظن الجد في الأخبار الدولية ظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 26 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 872903 أشخاص توفوا جراء الإصابة بالفيروس وتم تسجيل إصابات في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالة الإصابة في الصين في ديسمبر 2019 وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة مسجلة 6 ملايين و215 995 حالة و791 187 حالة وفاة أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني اليوم حالة طوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر بسبب السيول والفيضانات العارمة واعتبر مجلس الأمن البلاد كلها منطقة كوارث طبيعية ونقلت وكالة الأنباء السودانية قرار مجلس الأمن تشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة أطاري السيول والفيضانات لخريف هذا العام وتحديد الخصائر المادية والبشرية وفي هذا الإطار فقد أسفر الارتفاع القياسي في منسوب المياه والفيضانات المتواصلة عن تأثر 16 ولاية وفات 99 مواطنا إلى جانب إصابة 46 آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون وأكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزء لأكثر من 100 ألف منزل بالأخبار الدولية نأتي وإيكم مشاهدين إلى ختام مجزي اليوم شكرا على حسن المتابعة ابقوا أوفياء لبرامج قناة الجزائر الوام في أمان الله شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة